اللي بيقوم بيه الكيان الصهيوني المحتل كارسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى العالم يرى ويسمع ولا يتحرك هتيجي تقولي بس أصل الرأي العام ضاغط هقولك الرأي العام الأوروبي بقدر ما هو ضاغط وبقدر ما هو يستطيع أنه مش هيغير القرارات الأوروبية ولكن قد يحيط بعض القرارات اللي ممكن تبقى مضرة لنا هتظل واشنطن هي صاحبة القرار طب هل المظاهرات اللي في الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن إنها تغير أو تحيد قرارات واشنطن اللي ممكن يبقى فيها إطلاقا إطلاقا خلي بالك بس من الآخر كده يعني المواطن الأمريكي لا يهتم بالسياسة الخارجية لمن قريب ولا من بعيد لمن قريب ولا من بعيد الأمريكاني تاكسبير الأمريكاني ما عندوش شعار اسمه دافعه عن التراب الوطني أو دافعه عن الأرض اسمه دافع عن طريقة الحياة الأمريكية ما يعني هو مجتمعه حتى بس لا تعاون هل ده معناه أن احنا ما نستمرش في مظاهراتنا وفي احتجاجاتنا وفي إصرارنا على الضغط آه لازم نكمل حتى يرانا العالم لأنه لم يكن يرانا تقريبا على الإطلاق اللعبة لعبة مصالح بوضوح هرجع لك ولكن خليني أقول لك أنه عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة اجتماع بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والفريق أحمد الشدلي رئيس هيئة الشؤون المالية لقوات المسلحة والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وتمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار فضلا عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الإلكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية في إطار الربط الرقمي الإلكتروني للكليات العسكرية التحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة اللي احنا بنقوله ده معنى إيه؟ اللي احنا بنقوله ده معنى إنه في عملية من 2014 بدأت ومستمرة ولم تتوقف أبعد بكتير حتى من إن احنا نقول عليها تحديث للمنظومة أو للمؤسسة العسكرية المصرية بسألة أبعد من كده بكتير انت بتتكلم على مش بس التحديث ومش بتتكلم بس على التصنيع العسكري في مصر انت بتتكلم على توطين أحدث تكنولوجيا تاني أحدث تكنولوجيات عسكرية في مصر مش إنك هتستخدم بس أو هتسلح جيشك بأحدث التكنولوجيات العسكرية في الخطوة الأهم والأبعد والأكبر والأعظم هي تاني توطين تكنولوجيا تصنيع السلاح في مصر